عايزة أخذك فيما يخص ما حدث مع النادي الأهلي بخصوص مباراة النادي الأفريقية أكيد لك رأي فيها في هذا الأمر وقامة المباراة في المغرب رأيك إيه في الموضوع بشكل عام وكأس لك على قارات النادي الأهلي النهار لا طبعا وطبعا النادي الأهلي النوع طرد بس أنا ده النادي الأهلي أنا كيان الكارة اسم الكارة أكتر النادي بطولة تلعف أي مكان بالعكس أنا شايف النادي الأهلي دلوقتي بلعب بره أحسن من جواه والنادي الأهلي طول ما هو فيه ضغط طول ما انت بتاخد منه أحسن حاجة فيه يعني اللعبة اللي موجودة دي ادي له جمهور تلاقيه مختلف خالص يعني النادي الأهلي أنا ما عنديش مشكلة نلعب في أي مكان نادي ده النادي الأهلي فبالعكس أنا شايف الناس بتقول لا ما نفعش النادي الأهلي انسحب انسحب أي حد ممكن انسحب النادي الأهلي رأيك إيه يعني ليه الآن ما ينسحبش لا ما ينسحبش النادي الأهلي البطل عمره ما ينسحب البطل بيحارب في أي مكان رأي يقولك أنه الأهلي تزلم ظلم كبير كده أنه هو كبير الكارة هو أهم في رئيف الكارة فكده هو هيعاقب الكاف لو أنسحهم البطولة لا ما هو فيه لوائح فيه لوائح أنت تنسحب بنان عليها هدو كنت تتكلم فيه عقد رعاية كما زمن قال لك أن اطلع من الدوري لا طبعا فيه أصلا عود رعاية طبعا تخسر فلوس كتيرة وفي نفس الوقت أنا شايف أن ده النادي الأهلي لعب في أي مكان وفي نفس الوقت هي 90 دي اف في مستطيل أخدر لو أنا لعيب بطل أكيد أعتبر نفسي بلعب نهائي في منتخب مصر بلعب في المغرب شفت مباراة للوداد شفت المباراة شفت مباراة للوداد أصلا شفت شفت القابل النهائي اللي هو كذبه فيه البترو 3 شفت مباراة حسب يوم اللعيب ممكن اللعيب النهاردة يعني متوفق بشكل كبير جدا 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 ممكن المتش يتسهل جدا يعني وحسب رؤية المدير يفعلني ممكن أنا بقى مصار المتش يعني من لعب الصفاكيسي ما نقول جوزي كان مرتب للمتش حاجات كتيرة جدا وفي الآخر ربنا كارمه بتجون تعبو تريك إيه رأيك في مشوار بيتس المسلماني مع النادي العلي حتى الآن طبعا نجح مليون في المية أنا دلوقتي جاب راجل ياخد بطولات إيه المشكلة جايبوا ليه عشي أخد بطولات خدت بطولات يعني ما أخسرش مثلا ممكن يعني ممكن خسر ثلاثة أربعة ماتشات يعني أو ماتشين يعني ما أبتكرش إن هو خسر يعني خسر بطولة واحدة اللي هي الدولي الأخير ده مش مشكلة ما أنت خدت البطولة كأن الناس كلها هتموت على التمنة والتسعة طبعا خد التسعة والعشرة واخد أفريقيا مرتين واخد كسعة مرتين وانت ممكن كمان يعني أنت تبقى دلوقتي يعني أنت أعظم مدير فني على مستقى الكرة كابتان حسن شاءتا ومع أعظم نادي على مستوكرة نادي الأهلي إن شاء الله ربنا يكرم المطش اللي جادة وإن شاء الله الرجالة طبعاً معودينها إن شاء الله يكسبوا يعني طب ليه في بعض الناس قعدوا فترة كده يقولك بيتسهم سماء يمشي من نادي الأهلي بيتسهم يمشي من نادي الأهلي ما يلقش بالنادي الأهلي الأداء مش حلو الكرة مش حلو ما دي اللي كنت بأكلمك بقى قابت جاريم إن أنا العاطفة ممكن تغلب عليها في الشغل أنا محتاج أنا دلوقتي جبت واحد شغال ماشي كويس ليه غيره هو محقق لي المطلوب انت محقق لي المطلوب يعني أنت جاي مداري بقى قيله عايزك ساب بطولات فكسبتك بطولات ليه تقولي لا أصل مش عاجي من الأداء أنا مالي ومال الأداء طب أنا لعبت أحسن كرة في الديناء الزمالك أقولك أنا نادي الزمالك من أحسن فرقة بتلعب كرة أخدش بطول للجمهور أخد بطولها وملعبش كويس أنا دايما كده النهاردة لما أنا ساعدت بحرص حدود إحنا مش أحسن فرقة بس كنت لما بتكسب قولك عليك أنت بطل حدش بقى أفتكر أنت الناس ما تفكرش غير البطل كابتلي مزبوط يعني أن أهل أهل والزمالك ما افتكرش غير أهلي أقولش بقى الزمالك كان بلعب في لأ طول التاريخ ما افتكرش غير البطل بس إنت لعبت إيه خلال التصفيات تشبيه بيتسمو سيماني منو جوزي إيه رأيك فيه حقه إنت بنتقرن إن ده كمان ده كان معا جيل هتكرنش بدا الجيل بتعمل الجيوزيب هتكرنش بجيل ده طبعا طبعا في كل حاجة أنا عصرت في كل حاجة في كل حاجة اللي هي إيه في كرة فكرة دماغ إمكانيات لكن هو كان ناجح إن هو سيطر على المجموعة اللي موجودة يعني أعظم حاجة كان عملها جزيه إن هو قدر يسيطر على الخمسة وعشرين لعيب النجم قط اللبس قط اللبس ده كابتين كريم أهم حاجة في الدنيا طول ما أنت مسيطر عليها ده أهم حاجة لأ نفسك ناجح في أي حاجة وبيتسمو سيماني عامل ده أكيد الراجل نتائجه بتتكلم يعني أنت بتتكلم إحصائياته أو بتتكلم كنتائج لا والراجل عامل قرارات النادي لأهلي النهاردة بعيدا عن موضوع إنه ما عرضش فكرة الانسحاب قال إنه هيلعب المباراة في أي مكان في القارة قال إنه هو مستني من الكاف إنه الحد الأدنى من العدالة فيه المباراة ناجحة تفتكر أصدو بالحد الأدنى من العدالة دي التحكيم والمدرجات أكيدا حق إن أنت بتتكلم دلوقتي لك 50% في المدرجات فلازم تاخدها سواء أنت جبت جمهورك وما جبتوك لا ما هو الكاف قال إنه المدرجات لازم تبقى مليانة يعني لو الأهلي ما قدرش يبيعها 50% من تذاكره في هذه المباراة هم يبيعها هيبيعها للوداد فأنت رأيك إيه؟ أنا برضو ما عنديش مشكلة يعني دايما دايما أنا يعني عندي يعني يقين إن النادي الأهلي مختلف اللعبة اللي جات عليه هو النادي الأهلي النادي الأهلي ساب لعبة كبيرة جدا يعني عظمة يعني وهو فاضل النادي الأهلي